اشتركوا في القناة وتقريبا ببقية منتق البلاد تراحلت الأرقام من بين 29 إلى 33 درجة كما نلحظه من خلال تسلسل لسوى القمراء الاصطناعي اللي ميس حالة سماء ظهور مجموعة مسحوب المرتفعة بأغلب الجهات وليتكثفت تدريجيا بعد ظهر بالشمال وبالوسط كانت مرفوقة ببعض الأمطار ضعيفة المحلية بأقصى شمال وليحظه حتى المحرك الأساسي لتدفق رياح شمالية وليتمثل في المنخفض للضغط الجوي المتواجد حاليا على جزيرة السيقلية وخلال نهاية هذا الأسبوع تقريبا ليلة تتواصل شدة رياح رياحة تكون قوية خاصة قرب سواحل تطلب منها كل التاهب واليقظة ممكن نزول أمطار متفارقة ومواقع ترعادية بالشمال ومحليا بالوسط فيما عدد ذلك تقصيكون أحيانا كثيفة سحب وليلة درجات الحرارة تتراح من بين 16 إلى 20 درجة بالشمال وبالوسط تكون أقل بالمرتفعات في حدود 14 درجة وبمناطق الجنوب تقريبا تكون من بين 20 إلى 24 درجة يوم الغد إن شاء الله مع تواصل تدفق الرياح الشمالية درجات الحرارة تبقى أيضا في انخفاض يوم الغد إن شاء الله نتوقع الحرارة القسوة تصل إلى 24 درجة بزغوان تونس العاصمة وحتى ببنزرد 25 بنابل أقل بربوع الشمال الغربي 21 بباجة وبجندوبة 23 درجة بسليانة 22 بالكف 26 بالقيروان وبسيربوزيت 25 بسوسة بالمناسير 24 درجة بالقسرين 26 بالنسبة لسفيقس 27 بجابس 28 بمدنين 27 بتطاوين وبرمادة 28 حتى بأقصى الجنوب بيكبيلي وبتوزر وبقفسة تقريبا الحرارة القسوة في مستويات 26 درجة تقصى شتوي بامتياز الوضع الجوي يكون ملائم لنزول أمطار مؤقتا رادية بعد ظهر بالشمال وبالمناطق الشرقية والتي تكون بكميات محلية نهامة خاصة في ليلة الفاصلة من بين يومي الجمعة والسب بنسبة الملاحة والسيد البحري يكون ثم تعلام بهبوب ريحقوية يهم كافة مجالتنا البحرية بداية مليلة في تمام الساعة السابع مساء نريح لتكون بقوة 7 إلى 8 مسلم بوفور ما يعاد إلى 28 إلى 40 عقدة يوم الغد إن شاء الله بسوحن الشمالية ريح تكون ملقطع الشمالي شمالية إلى شمالية شرقية سرعة من 25 إلى 30 عقدة تتجاوز مؤقتا 40 أثناء ظهر الخلايا العادية والبحر يكون هائج وشديد الاضطراب بخليج حمامات وبجاة الساحة الوصولا لمنطقة الشابة ريح تكون شمالية شرقية سرعة من 30 إلى 40 عقدة تتجاوز مؤقتا 50 أثناء ظهر الخلايا العادية وبخليج قابس ريح تكون شمالية غربية سرعتها من 25 إلى 30 عقدة وتتجاوز مؤقتا 45 أثناء ظهر الخلايا العادية والبحر يكون هائج وشديد الاضطراب بكافة مجالتنا البحرية كل عادة ناخد فكرة حول الوضع الجوي ببعض المدن والعواصم الأجنبية بنقشة 37 درجة بعض السحب بالدربيضاء 31 بالرباط أيضا 31 درجة أمتار بالجزائر 23 خلايا العادية أمتار بيترابلوس 24 29 بالقاهرة 37 بالمدينة المنورة وبمكة المكرمة تقس مشمس مع حرارة في مستويات 36 درجة تقريبا بدوحة 34 37 بأبوذبي بدمشق 27 درجة 36 بالكويت بيروت 22 درجة تقس ممتار 26 بعمان 35 ببغداد وبالقدس الشريف أمتار مع حرارة معتدلة في مستويات 24 درجة حالة تقس بنسبة لبقية المدن الأجنبية بإستنبول 13 درجة حرارة مخفضة مع ثلوج بموسكو درجة واحدة 17 بأثينة مع أمتار 14 بفيانا سماء سافيا برومة 20 تقس مغيّن بيامستردام 15 درجة 12 ببرلين وبعد سحب بكوبنهاجن حرارة تصل إلى 13 درجة بالنسبة لبقية المدن الأوروبية تقريبا بلندن 17 درجة 16 ببريس أمتار بيستوكول مع 10 درجات 16 بجناف تقس سافي بمرسيليا 21 درجة 14 ببريكسل 23 بمدريد وبيلاش بونا قليلة سحب مع حرارة تصل إلى 28 درجة نهاية الأسبوع كما تلاحظوا مع بعضنا تقريبا لميز الوضع الجوي يوم السبت نزول أمتار مواقعا راعدية بأغلب مناطق البلاد وليس تكون بكمية هامة خاصة بالمناطق الشرقية للبلاد وأيضا مناطق الجنوب الشرقي وضعية تطلب من كل التاهب وليقظة تقريبا من ناحي الحركية رياح تكون قوية سرعتها من 40 إلى 60 كم في الساعة تصل إلى 80 خاصة بالسواحل الشرقية للبلاد وأثناء ذور الخلايا راعدية البحر يتواصل هائج وشديد الاثتراب تقريبا درجة حرارة قصوة تتراوح من بين 20 إلى 24 درجة بالمناطق السحلية وتكون أقل دخل البلاد تقريبا تكون من بين 16 إلى 20 درجة تقريبا يوم الأحد يتواصل وضع الجوي ملائم لنزول أمتار مواقعا راعدية بأغلب مناطق البلاد رياح تتنقل لتكون مياه قطاع الشرقي تبقى قوية قرب السواحل وأثناء ذور الخلايا راعدية معتدلة ببقية الجهات البحر يكون شديد الاثتراب إلى مضطلب وتقريبا درجات الحرارة تعرف ارتفاع طفيف مقارنة بيوم السبب موعد شروق والغروب اليوم الغد شروق شمس بإذن الله يكون في الساعة السادسة و39 دقيقة غروب في الساعة الخامسة و27 دقيقة لمزيد من المعلومات والإرشادات الموقع الخاص بالمعهد الوطني لرصد الجوي تبعث ورساليات قصيرة ولا تتصل برقم الموزع صوتي 8840 شكرا على حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة